السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا و السلام كل اللي بسمعني معكم باستاذ الصفاء من قناة تيوك اللي بسمعنا الاول مرة واجه بالفيديو ما ينسى تشترك وفعلنا الجيروس اليوم بإذن الله تعبير عن وصف مدينة صحراوية لسنة الرابعة صف الرابع عندنا سند تعليمة زرت مدينة من مدن صحراء وطنية الجزائر وعجبت بها التعليمة وقت فقرة لا تقل عن ثمانة أسطر تحدثوا فيها عن جمال هذه المدينة الصحراوية مشوقة للناس لزيارتها موظفا الصفاء ومسطرا تحتها يعني يجب أن نحدد الصفاء نسطر تحت الصفاء بالمسطرة موجود في قنوات تيوك تعابير كثير عن وصف مدينة في وصف مدينة سيحية وساحلية وهذه الوضعية عن وصف مدينة صحراوية هنا الوضعية هنا فقرة مقدمة وعرض وخاتمة لا تقل عن ثمانية يعني تزيد عن ثمانية تزيد ولكن أهم حاجة لا تقل نتحدث ونوصف جمال هذه المدينة الصحراوية وتوظيفنا الصفاء نقوم بحل هذه الوضعية ربي أعجبكم الفيديو أنا ذكرت هنا مدينة بشار يمكنكم أن تكتبوا عن أي مدينة من مدن الصحراء ذكرت مدينة بشار ذات يوم زرت مع عائلتي مدينة من مدن الصحراء الجزائر ألا وهي مدينة بشار مقدمة ذكرت عنصر الزمان والشخصيات والمكان اسم المدينة في المقدمة المقدمة سطرين ذات يومي من أول هنا المقدمة في البداية أترك بيات مسافة كلمة في بداية المقدمة العرب من أول هنا مدينة بشار حوصفها وحد أحدث عن جمالها مدينة بشار من أجمل المدن التي أعجبت بها فهي تمتاز برمالها الذهبية ووحاتها التي تسحر الأنظار وهناك زرت منطقة تاغيت التي هي من أجمل البلدات الموجودة في الصحراء الجزائرية التي توصف بجوهرة صحراء الجزائر السياحية التي توصف بجوهرة صحراء الجزائر السياحية تميز تاغيت بجمال وحاتها المحفوفة بالنخيل المحفوفة بالنخيل ويسحر الكذبان الرملية الشهقة عفون وبسحر عفون وبسحر الكذبان الرملية الشهقة كما أنها تحتوي على تنوع طبيعي لا نظير له ويننسى قصر تاغيت الذي بني منذ قديم الزمان تمتعنا بالمناظر الخلابة الموجودة بالتاغيت فهو مكانا مثاليا لمحبي رحلات السفاري الصحراوية وتسلق الكذبان الرملية والجبال الصخرية تأثرت كثيرا دي الخاتمة من أول هنا الخاتمة تأثرت كثيرا بهذه الزيارة وأنصح كل شخص بأن يدور هذه المدينة لتعرف عن مظاهر الجمال التي بها ويقول مفدي زكريا جزائر يا بدعة الفاطر ويا روعة الصانع القادر مرة أخرى ذات يوم زرت مع عائلتي مدينة من مدن صحراء الجزائر وهي مدينة بشار مدينة بشار من أجمل المدن التي أعجبت بها فهي تمتاز برماليها الذهبية ووحاتيها لتسحر الأنظار هناك زرت منطقة تاغيت التي هي من أجمل البلدات الموجودة البلدات الموجودة في الصحراء الجزائر والتي توصف بجوهر الصحراء الجزائر السياحية ويتميز تاغيت بجمال وحاتها المحفوفة بالنخيل وبسحر الكذبان الرملية الشهقة كما أنها تحتوي على تنوع طبيعي لا نظيرة له لا ننسى قصر تاغيت الذي بني منذ قديم الزمان تمتعنا بالمناظر الخلابة الموجودة بتاغيت فهو مكانا مثاليا مكانا مثاليا هنا فهي مدينة تاغيت فهي مكانا مثاليا لمحبي رحلات السفاري الصحراوية تسلق الكذبان الرملية والجبال الصخرية خاتمة تأثرت كثيرا بهذه الذيارة وأنصح كل شخص بأن يزور هذه المدينة ليتعرف على مظاهر الجمال التي بها ويقول مفدي زكريا جزائر يا بدعة الفاطر ويا روعة الصانع القادر نلزم بعلمات ترقيم أترك بياد مسافة كلمة بديدة المقدمة أترك بياد مسافة كلمة بديدة العرض وأترك بياد مسافة كلمة بديدة الخاتمة نلزم بعلمات ترقيم نقطة في نهاية المقدمة الفاصلات بين الجملة والأخرى فاصلات نلتزم بها علمات ترقيم أو علمات الوقف نلتزم به عند القول قال يقول قلت نوضع نقطتين وهيري من علمات الترقيم وصفنا هنا كده في العرض وصفنا المطلوب منينا هنا في التعليمة هو طالب في التعليمة وصف جمال المدينة ووظفناها في العرض يريد هنا توظيف صفة الفقرة طبعا مقدمة عرض الخاتمة ووظفناها لا تقل عن ثمانة أسطر أعتقد أنها تزيد عن ثمانة أسطر الصفة الصفة عندنا الزهبية الزهبية صفة الجزائرية الشائقة هنا صفة أيضا الخلابة صفة هو يريد صفة واحدة فقط لا نسطر تحتها نختار واحدة فقط ونضع خط تحتها أو نسطر تحتها أشكركم شكرا جزيلا قبل الخروج اعملنا اللايك واشتراك اذا كنت رأوه مرة بتسمعني وكمان من انتم كمان اذا تستطيع تشير فيديو شيرونا الفيديو واجزاكم الله خيرا اذا اردتم اي مدينة اخرى مدينة صحراوية اكتبونا في التعليقات اسم المدينة وان شاء الله نحاول ننزلها لكم في اقرب وقت ممكن واذا اردتم مدينة سياحية او ساحلية موجودة كله في القناة موجود انا منتزلت عن الكثير من المدن وصف مدينة اراكم في الفيديوهات القادمة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة